أهلاً وسهلاً بحضراتكم هنتكلم النهاردة على أعراض دواني الخصية وفي نفس الوقت سبل علاج دواني الخصية دواني الخصية بتنتج عن انتفاخ الأوردة اللي حواليه الكيس الصفن المريض في الأغلب بيجي بيشتكي من حاجة من ثلاثة يأما اللي هو حاسس بألم بيجيره وامتلاء في الكيس مع الوقفة فترات طويلة يأما هو بيبقى حد بيسعى الإنجاب وحس إن فيه تأثر فيه تحليق السال مانوي يأما المريض بيشتكي إن هو عنده انتفاخات موجودة في الكيس التحت وإن هو حس إن حجم الخصيتين مش زي بعض علشان نتحاقط إحنا إيه اللي عندنا ده بالضبط كل ده بيحصل يعني بيظهر بالكشف على المريض لكن أشعة الدوبلكس دقيقة جداً إن هي تقول عندنا الخصيتين أخبارهم إيه؟ هل فيه مية ولا أحولين الكيس؟ هل فيه دوالي ولا لأ؟ ولو فيه دوالي هي على ناحية ولا ناحيتين؟ وفي نفس الوقت هي من أنه درج وبناء على إيه؟ ابتدي نقول أولله لأ ده الدوالي دي تستوجب المتابعة لو كانت دوالي من المرحلة الأولى ولا يوجد بها ارتجاع طب لو لقين المرحلة لا ده الدوالي والله فيه ارتجاع وفي نفس الوقت الارتجاع ده بيبقى مدلول إن الصمام اللي جواهر الوريد نفسه بقى بايز بقى مفوت الدم بيبقى قاعد جواهر الوريد ده المتمدده حوالين الخصية اللي بيرفع درجة الحرارة حوالين الخصية وبينتج عنه تأثر في الحالات المنوية وبينتج عنه انكماش في حجم الخصية تأثير على الخصوص بصفة عامة وساعتها في هذه اللحظات آه لا والله إحنا ننصح بالتدخل إيه بقى دولي الأشعة التدخلية علشان العلاج بتاع الدوالي الخصية إحنا قلنا إن المشكلة هو الوريد اللي حصل فيه تمدد التمدد ده إحنا محتاجين لإحنا نقفله طب و لما نقفل التمدد ده الخصية تتغزى إزاي الخصية بتتغزى عن طريق الشريان وليس الوريد يعني حاجة إحنا بنقفل الوريد الرئيسي لكن في بعض الفروع ممكن هي اللي تفضل موجودة وتساعد على التصريف بتاع الخصية فلما بنجي نقول للعيان تمام اتطمننا إن هي الحمد لله يعني الغزة حيبقى وصل لها كويس طرم التعامل مع الشريان غير مع الوريد على الكردلية طيب حنعمل الأسطرة إزاي بنخش في الوريد المغزي بالأسطرة بتاعتنا وبنحق المادة صنغية بتقفل الوريد الرئيسي وبناء عليه ما بيوصلش دم تاني للدوالي مش ما بيوصلش دم الخصية ما بيوصلش دم للدوالي اللي بينتج عنها اللي هي بتتبل وتقل في الحجم ويقلي الانتفاخات اللي موجودة حولينا في فصية وبنطلب بعد كامل المريض ده بعد ستة شهور أربع لستة شهور إنه هو يعمل تحليل سال منوي مرة تانية علشان نتطمن إن يا رب تكون الحيوات المنوية يأما زادت في العدد يأما زادت في الحيوية بتاعتها لو حد كان بيعمل الإجراء ده علشان الخصوبة وتأخر الإنجاب إن شاء الله بإذن الله يسمع خبر كويس واللي بيبقى بيعملها علشان عنده لأ ألام وتقلم على الوقفة فترات طويلة بيقول لنا الحمد لله الأعراض قلت كتير أو اختفت تماما على مدار من عشر تيام إلى شهر بيقول لنا الأعراض شيء بيختفت تماما يرجع لطبيعة شغله عادي خالص 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 بدون أي مضاعفات إن شاء الله بإذن الله في الفيديو اللي جاي هنكلم حضراتكو أكتر إيه المميزات الأشعة التدخلية اللي عن طريق أسطر الدولي الخصية تتميز بيها عن التقنيات الأخرى لعلاج دولي الخصية